بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا عزيزة الإمام الحسين عليه السلام السيدة رقية سلام الله عليها اليوم يوم التوسل ويوم غده ويوم التوسل بالسيدة رقية عليه السلام للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى والشفاعة عند أبيها الإمام الحسين عليه السلام والسيدة رقية عليه السلام من الأطفال الذين لا ترد لهم دعوة لا تردوا لهم دعوة عند الله عز وجل وكذلك عند الإمام الحسين عليه السلام لمكانتها الكبيرة يعني من الكرامات المعروفة جدا والتي تدل على اهتمام الإمام الحسين عليه السلام بالسيدة رقية عليه السلام أثناء مسير قافلة السبايا وإلى الشام وبعد انغابت الشمس توقفت القافلة قليلا وحين أرادوا إكمال المسير وجدوا الرمح الذي كان عليه رأس الإمام الحسين عليه السلام ثابتا في الأرض لا يتحرك رغم محاولات حامله أن يحركه أو أن ينتزعه فلم يستطع فاستعان بمن كان معه من الرجال فلم يفلحوا فلجأوا إلى الإمام السجاد عليه السلام سائلين عن ماذا حدث ماذا جرى لماذا الرمح ثابت في الأرض لا يتحرك الإمام السجاد عليه السلام قال لعمته السيدة زينب عليه السلام بأن تتفقد الأطفال وتتأكد من عدم فقدان أحدهم أخذت السيدة زينب عليه السلام تتفقد الأطفال واحدا واحدا فاكتشفت فقدان السيدة رقية عليه السلام السيدة زينب عليه السلام أخبرت الإمام زين العابدين عليه السلام بذلك فأخبر الإمام السجاد عليه السلام الجنود إن رأس الإمام الحسين عليه السلام لن يتحرك قبل العثور على الطفل السيدة رقية عليه السلام وحين بحثوا عنها لم يجدوها أشار عليهم الإمام السجاد عليه السلام أن يبحثوا في الجهة التي ينظر إليها الرأس الشريف رأس الإمام الحسين عليه السلام نظروا إلى وجه أبي عبد الله الحسين عليه السلام كانت دموعه تتحدر على وجنتيه وهو ينظر إلى طفلته رقية من بعيد حين توجهوا وجدوا الطفلة السيدة رقية نائمة تحت فيئ نخلة من التعاب من شدة الإرهاق من كثرة الصياط من ألام الطريق من تعب الرجلين على كل الأحوال فعندما جاءها أحد الجنود أيقظها برفسه من رجله ثم ضرب بصوته وبعد إن عاد بها احتضنتها السيدة زينب عليه السلام ومسحت دموعها وعند ذلك تحرك الرمح من مكانه هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمام الحسين عليه السلام في حياته في مماته في استشهاده عينه على السيدة رقية عليه السلام كما أن في حياته كانت عينه دائما وأبدا على السيدة رقية عليه السلام كذلك هو بعد استشهاده عينه على السيدة رقية عليه السلام وإلى الآن الإمام الحسين عليه السلام في مرقده الشريف وهو عينه على الشام على مرقد السيدة رقية سلام الله عليها لا يرد لها طلبا أبدا وكل من توسل بالسيدة رقية عليه السلام وصل إلى ماذا؟ وصل إلى مناه لذلك الختم الذي يقول عنه أيها الله الشيخ البهائي في هذه الأيام أيام استشهاد السيدة رقية عليه السلام ونحن مقبلين على شهادتها غدا إن شاء الله تعالى وفي كل يوم تستطيع ليس فقط في يوم الاستشهاد في كل يوم تستطيع في أي الأيام تستطيع أن تتوسل بالسيدة رقية عليه السلام إلى الإمام الحسين عليه السلام لقضاء حاجتك والختم هو أن تصلي على محمد وآل محمد 315 مرة تصلي على محمد كم؟ 315 مرة اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تهدي هذه الصلوات 315 إلى روح مولاتنا السيدة رقية عليه السلام ثم تسألها بأن تشفع لك عند الله وعند الإمام الحسين عليه السلام فيشفعان لك ويقضيان لك حاجتك خلال ليلة واحدة خلال يوم واحد هذا ما جربه العلماء وجربه الكثير من المؤمنين والمؤمنات وأصابوا الفوز بقضاء حوائجهم فجرب ولا تشك عظم الله جورنا وأجوركم مرة أخرى باستشهاد السيدة رقية عليه السلام كذلك ماذا نتمنى؟ نتمنى يوم غد ألا تقع عين الإمام الحسين عليه السلام ألا تقع عين أهل البيت عليه السلام ألا تقع عين صاحب الزمان سلام الله عليه على بيوتنا إلا ويرى فيها آثار الحزن والبكاء والنحيب على فقد مولاتنا السيدة رقية سلام الله عليها نسأل الله أن يوفقنا بأن نشارك في عزاء السيدة رقية عليه السلام بأي صورة من الصور ولو بشيء بسيط جدا ولو على مستوى العائلة ولو أننا نشتري شيئا ونطبخه لأنفسنا لبيتنا ونقول على اسم السيدة رقية سلام الله عليها شارك لكي تكون لك يدا عند السيدة رقية عليه السلام وتجازيك عليها لكي تكون لك يدا عند الإمام الحسين عليه السلام ويجازيك عليها وما جزاء الإحسان إلا الإحسان أحي أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا إذا أحييت أمر السيدة رقية عليه السلام يوم غد هي كذلك تحيي أمرك عند الله عز وجل تحيي أمرك وجميع ما تريد عند الإمام الحسين عليه السلام عندما تظهر اسم السيدة رقية عليه السلام في بيتك في كل من حولك كذلك هي تظهر اسمك عند الله عز وجل تظهر اسمك عند الإمام الحسين عليه السلام وتشفع لك وتقضي لك الحواج فرجاء رجاء رجاء نتمنى من الجميع أن يشارك في عزاء السيدة رقية سلام الله عليها يوم غد إن شاء الله تعالى ولو بشيء بسيط وكذلك إكرام البنت في البيت التي اسمها رقية كل بيت فيه اسم رقية حاول يوم غد بأن تكرمها تقدرها تحترمها تظهر لها الإجلال الاحترام كرامة للسيدة رقية سلام الله عليها ولتشعر بالفخر بأن اسمها على اسم السيدة رقية سلام الله عليها الإمام الصادق عليه السلام عندما قال لرجل ماذا أنجبت زوجتك قال أنجبت بنتا فقال سمها فاطمة ولا تضربها بل أظهر لها الاحترام والتبجيل والتقدير لكي تشعر هذه البنت بالانتماء إلى فاطمة بأن فاطمة عليها السلام هي سبب احترامي هي سبب إجلالي وتقديري في قلب والدي بل في قلب أهلي كذلك أنت وهذا كله سوف يرجع إليك بالخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى وترى العجائب من السيدة رقية سلام الله عليها الخاتم 300 و15 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تهدي ثواب هذه الصلوات لسيدة رقية عليها السلام ثم تسأل الله سبحانه وتعالى والإمام الحسين عليه السلام قضاء حاجتك وعظم الله جوركم مرة أخرى برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام